تغيير المكان بالنسبة للبابغوات والعصفير ممكن يأثر بتأثير سلب رهيب جدا قد تتوقف الطيور عن الانتاج والتفريخ ممكن لمدة تصل الى سنة قد تصاب الطيور بفقدان الشهية خاصة في اليوم الاول بل وقد تصاب الطيور بحالة من حالات الاكتئاب اختيار المكان لازم تتابع معايا الفيديو للنهاية الفيديو مهم جدا هل ينفع ان انا حط الطيور في غرفة النوم او هل ينفع ان انا حط الطيور في البيت داخل البيت طبعا احنا النهاردة بنتكلم عن اختيار المكان المناسب وطبعا اختيار المكان المناسب ده مهم جدا يعني فيه عامل نفسي هيعود على الطيور طبعا ليه بقى؟ يعني خلي بالكوا كويس جدا الموضوع ده مهم جدا لانك لما تختار المكان المناسب اللي هتحط في الطيور انتوا عارفين يا جماعة ان الطيور لما بتتغير مكانها يعني انت لو انت لسه بتشتري طائر يعني انت اشتريت طائر اهو وحطيته عندك في البيت وغيرتله المكان فبتلاحظ ان الطائر بيتوقف عن التغريد بيتوقف عن الاكل يعني تلاحظ ان اليوم الاولان اللي انت اشتريت في الطائر الطائر بيكون خايف بيكون متوتر بتقل شهيته وبيزداد خوفه وما بيغردش السبب ان الطيور ده هي ما بتحبش ان هي تغير اماكنها بتحب ان هي تشعر بالامان هل ينفع ان انا جيب بقى الطائر وحطه في غرفة النوم عندي او ان انا حطه في الغرفة وكل شوية بقى ادخل عليه واخرج عليه واصوات وتلفزيون اه وافتح النور عليه بالليل وهو نايم اعمل له ازعاج هل يمكن لهذا الطائر ان هو يفرخ طبعا يصعب على هذا الطائر ان هو يفرخ الا بعض العصافير ده هي مسلا عصافير البدجي الاسترالي العصافير ده عادي ممكن تفرخ وانت حطهتهم مسلا حتى لو حطهتهم في غرفة النوم اه برضك يعني عادي جدا ان هم يفرخوا انما طبعا بالنسبة للباب غوات بيصعب جدا لان الباب غوات بتبقى تحب الخصوصية زي مسلا الكوكتيل بداية من الكوكتيل مسلا وخش بقى على كل انواع الباب غوات الباب غوات دي بتحب المكان يكون ثابت حتى شوف خلي بالك بقى فيه اثار خطيرة جدا هتعرض لها الطائر لما تحط الطائر في الغرف اول حاجة ان الطائر بيفقد الخصوصية مفيش عنده امان وطبعا اهم حاجة عشان ينتج ان هو يكون يشعر بالامان والقفص طبعا ما يتهزش القفص مش كل شوية غير المكان بتاعه لازم طبعا يا جماعة ان احنا نفهم كويس جدا ان المكان اللي مش مناسب للطيور اللي هو مش محاكل للطبيعة بيأثر بيأثر على نفسية الطائر طبعا احنا بنشوف الطيور طبعا في الطبيعة بتقوم في الصباح لما بيشوفوا الشمس ويشوفوا الطبيعة بيحصل ان هما بيغردوا وفرحانين جدا بتلاحظ ان الطيور في الصباح بتغرد وبتزأزق وبتلاحظ ان فيه فرحة فرحة بنور الصباح فلما انت تحرم الطائر من الشمس بتحرمه من الطبيعة فهتلاحظ ان انتاجه بيكون ضعيف هتلاحظ ان صحته بتكون يعني مش كويسة حيوان او طائر منعته بتبقى ضعيفة يعني بالاضافة طبعا الى الامراض اللي ممكن ينقلها طبعا يعني بالذات طبعا لمرضى الراب ممكن يسبب لهم حساسية لما انت تحط الطيور في غرفة النوم فانا بقول لحضرتك ان اهم شيء اختيار المكان المناسب لمميزات يعني ولي سلبيات لكن طبعا مميزاته كويسة جدا يعني ان الطائر يشوف الطبيعة يشوف الشمس طبعا انت اهم شيء ان انت يعني تقيه من اشعة الشمس في فصل الصيف ان انت تقيه من البرد الشديد بتغليف الافص في فصل الشتاء لكن طبعا يعني ايه وضع الطيور في الغرفة دي مشكلة كبيرة جدا هتأثر سلبا على طيور احنا ممكن نضع الطيور في الغرفة الكلام ده يعني نحاول ان احنا نبعده طبعا عن السرير نبعده عن غرفة النوم عشان ما يسبب لناش اي مشاكل او اي حشرات ممكن تنتقل الى السرير نحاول ان احنا يعني ما نزعجش طائر نحاول ان احنا نحطه في الغرفة ده يعني ايه بسبب ان احنا عايزين ندربه عايزين نخليه يبقى مدرب يعني انت بتحاول انت تروضه فانت بتسوه معاك في ايه في الغرفة عشان ان هو يعتاد على رؤية الانسان انما لو انت هتعمله للتفريخ يبقى لابد من ثبات الافص لابد من ثبات المكان لابد من انت ما تزعجوشي لابد ان انت توفله بيئة طبيعية اشعة الشمس تدخل عليه ولو حتى خمس دقائق حتى بحيث ان هي تدله فوتامين دال يعني بهذا الشكل هتستطيع ان انت تنتج من الطيور شوفوا يا جماعة اهم شيء اختيار المكان المناسب هيأثر بالاجاب على صحة الطائر وهيأثر عليه ايضا في عامل التفريخ والانتاج وده كان فيديو النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته